طبعاً نحن نحكي اليوم عن ماكينة إن شاء الله تم تصنيعهم بخبرات محلية في الداخل السوري في الشمال الغرب السوري الغاية منها هي تشغيل القطع الحجرية والرخام وهالأمور المتعلقة بصناعة الحجارة والرسم والنقش الخطأ في الماكينة تكاد تكون صفر نسبة الدقة تكاد تكون مية بالمية لماكينة وزنة يفوق الطونين في الداخل السوري طبعاً أنا المهندس مصطفى حمود شقرة خريج جماعة حلب هندسة إنتاج وتصميم ميكانيكي جتنا الفكرة نحن من خلال شغلنا نحن كشغل كورشة منصنع هيك مكنات فكانوا عبعانوا المستثمر هيك مكينة كان عبعاني من الاستيراد من الصين لهون بدى شهرين 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 ونوص لتوصل هيك مكينة وفي عنده بالنسبة للصيانة أحياناً ما عبلاقوا من يحسن يعمل صيانة للمكنات اللي عبتيجين من الصين هون عمنا المكينة تصنيع محلي كامل نحسن نحن نلتزم بالصيانة بهيك مكينات الحند الله رب العالمين هلا حالياً بالنسبة للماكينة هاي بتاخد خطعة سبيرة يعني لوح كامل المكينة مخصصة على حفر الحجر بس نحن حالياً هلا عم نجرب عليها حجر هي تشتغل خشب وحجر وكل شيء بس طبعاً حسب المستثمر اشتركوا في القناة